في الفيديو ده وفي اقل وقت ممكن هنلخص لك كل الافلام اللي انت محتاج تكون عارف عنها حاجة قبل ما تخش الفيلم بتاع سبايدر مان نووي هوم مبدئيا كده عشان تلاقربك كل احداث افلام سبايدر مان ببعض انت محتاج تشوف على اقل 7 افلام قصدي 13 فيلم بص هم 7 رئيسيين و 6 كمان فرعيين ولو شفت الفيديو ده اللي اخر حلقات لك 13 كلهم فما تشلش هام يلا بينا اول 3 افلام معنا هم احسن 3 افلام فيهم ايه ما بتحبش توبي ماجواير السنة طيب انا حشكر في افلامه مما السنين التانين حاضر ما تلاقش ومش هقول اني بحب توبي ماجواير اكتر بس انا بحبه اول فيلم في الملخص اسمه ايه ايوا برافو اسمه سبايدر مان اتفجئت يا ولا بيتر باركر شاب في نيويورك عنده 27 سنة هنحاول نقتنع سوى انه 17 ولسه في المدرسة معلش عديه بيتر ولد نيرد زي ما بيقول كتاب الستيريو تايبينج للهواة يعني لو ان الفيلم نزل سنة 2002 كنت حاول النمود من فورتنايت و بابجي ومعندوش اي حياة اكتماعية اوكي ماشي هو معندوش حياة اكتماعية فعلا بيتر يتيم وفقير ومضطهد في مدرسته وساكن معامته وجزهة بيتر بيكراش على ماري جين اجبت بنت في المدرسة لان الستاندرز بتاعته عالية جدا زي اي شاب بكرشة او نيرد سوى ما عندوش كرش بيتر ليه صديق واحد بس هاري اوزبورن ابو هاري يبقى رجل اعمال غني وعبقاري برده عامل زي توني ستارك كده بيخترع وبيتاجر في الاسلحة وبيوضح لنا المخرج في فيلم انه مش منباهر بابنه قوي بعكس انبهارو بيتر اللي بيحب العلوم مدرسة زيه في يوم بيروح بيتر رحلة مدرسية مع اصحابه الكبار اللي هنا هنأتغرهم صغنانين عشان فيلم يبص في الراحة العلمية دي فيه عنكبوت معدل جنيا بيعد بيتر فبيتر مهتمش يقول لان عادي يعني لما عنكبوت يعضك مش عارف انا ايه مشكلة يعني يصحى بيتر تاني يوم يلايه ان الفورمة بقت حديد الصدر بلاطة والبطن بقت شوكولاتة ولاق انه يقدر يمشي عب حطان والسقف وكمان ايده بتطلع شباك عنكبوت واو طبعا دي كلها حاجات فراحاته وما حاسش انه مفروض يكشف او يروح الدكتور فيتر باركر بقى سبايدر مان مع مميزات العناكب لكن من غير اي عيوب يعني مفيش اكل حشرات او يبقى عنده تمن رجلين ومشوف نووش بيحاول يبني بيت عنكبوت يعيش فيه ولا شوف نام طيب حنعتبر ده ما حصلش فيتر بيستخدم قدراته بطريقة انانية في الاول بيحق حلم اي مراهق نيرد بضرب بلطاج المدرسة بيستخدم قوته في الاستعراض وكسب الفلوس والمصلحته بس لكن بيجي انكل بين يقول له كلمة مهمة بيقول له مع القوة تأتي المسئولية كلام تميه بشرية جدا من اللي الناس بتاخد عليه الافات على القفل اللي بيختنعوا به في الاول بيتر ما بيهتمش بالكلام ده بس بعدها بتقتل انكل بين ودي نقطة التحول بيتر باركر الحقيقية يراحق المجرم اللي قتل بين وبيتسبب فموته دي اللحظة اللي بيقار فيها بيتر باركر يستخدم قوته عشان يمنع حدوث حاجة ذا يديه تاني لأي حد نرجع لنورمان أوسبورن ابو هاري كان بيعمل تجربة في معمله وخلته عنده قوة كبيرة مع انفصان في الشخصية رحبه معايا بشرير الفيلم درين جوبلين بعد التخرج هاري صديق بيتر بيخطب ماري جين وبيحاول يتأقلم مع بابا اللي مسبب له مشاكل نفسية فبيعرفش يحافظ على ماري اللي بتبتقي تعجب بسبايدر مان اللي بيبصها بالشألوب ودي حركة شبحانة جمدة قوي كل جيلي كان نفسه يعملها مع البنت بتاعته لسبب ما فيتر بيشتغل مصور صحفي بيبيع صوره لشرير معظم أفلام سبايدر مان الحقي جاي جونا جيمسون رئيس تحرير جورنال ديلي باجل رجل متصلب جدا عصبي جدا بيكرى سبايدر مان جدا بس دمه خفيف جدا 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 هو شرير بس هتحبوه فيتر باركر طبعا مخبي انه سبايدر مان عن العالم فبيستغل ده بانه يصور صور ممتدر سبايدر مان ويباعها طب وإيه اللي حصل لكلام أنكل بن فين المسؤولين لي مع قوة أيوا فعلا بيتر باركر نصاب يا جماعة وانا جاي في الفيديو ده باوصورته عشان اشغال مع جاي جونا جيمسون جرين جوبلن الشرير هيعرف ان بيتر باركر هو سبايدر مان وحيرد عليه انضم لي في الإجرام بس سبايدر مان بيرفض فبيرمي جرين جوبلن ماري جين حبيبته وانت مي من فوق لكن سبايدر مان بينقذهم سبايدر مان بيتغلب على جرين جوبلن وبيكتشف انه ابو صاحبه اللي بيقول له انا عيان وعند انفصام ساعدني يا سبايدر وليه طبعا حركة كليشية ترست في ميت فيلم قبل كده جرين جوبلن بيحاول قتل سبايدر مان بس بالغلب بقتل نفسه وبيطلب من فيتر قبل ما يموت انه ما يقولش الهاري ابنه عن حياته سبايدر مان بيراجع جوثة نورمان للبيت هاري بيشوفه وبيفتكر ان سبايدر مان قتل ابوه طبعا لو حد سأل التاني هنا ايه اللي حصل كان ممكن نقفل قصر التالة فيلم خالص لكن لا سوق التفاهم ده مكمل معنا شوية ماري جين اللي بتعرف ان بيتر باركر هو هو عم محسام قصدي سبايدر مان بتعرض عليه الارتباط بس بيتر بيخاف الناس تأذيها عشان توصلوا فيلم الاول كده خلص بقى هو ده ملخص انت بتخم على فكرة ايوة انا قصد اطول في اول فيلم عشان كل اللي جاي حيحصل هو هو وحيكرر صدقوني ما تقلوش الفيلم التاني عالم طيب بيبقى شرير بسبب تجربة حصل فيها غلطة لا ده مش نفس نورمان اوزبورن ده دكتور اوتو جانتر اوكتافيوس اللي حنسميه دكتور اوكتوبس عشان التجربة خلت عنده دراعات خطبطية في ظهره ماري جين هتحاول تنسى بيتر وتتخطب له واحد تاني سبايدر ويسلمه الهاري ولما هاري بيشيل الماسك بيكتشف انه مين دان 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 بيتر باركر صاحبه فبيقدرش يقتله وبيسيب ويروح ينقذ ماري جين الى دكتور اوتو بوس خطفة واه هتترمي من فوق هي وانت مي تاني في الفيلم ده وبيتر حينقذهم ما تقلوش فاخر الفيلم ماري حتهرب من عريسة يوم فرحهم واشتغل اغنية اللي ادرع التحدي لا هي هربت فعلا بس الاغنية ما اشتغلتش الموم بتروح لبيتر وبتقوله انها عايزة برضو حتى لو حيبقى فيه خطر على حياتها النومة يرتبط بوس بقى واحضانه في الخلفية ممكن تسمع صوت عياد بنات مراهقين ساعة 2004 اما هاري فحيبقى مطارد من شبح ابوه اللي عايز انتقنه الجزء الثالث هاري بيقرر يبقى جوين جوبلن باستخدام اسلاحة والده عشان ينتقن من بيتر باركر بسبب نفس سوق التفاهم اللي مكمل معنا على سعيد اخر فيه كائن فضائي توفيلي بيقع من السمر الارض وبيصيب سبايدر مان فبيحول بدلته لللون اللي سود وبيخليه اناني متعجرف بيحب الستات قصدي اي ستة معدية وكمان بيستغلهم وبيضربهم بص يعني خلاه الراجل زكوري شرقي متعفن من اللي بيتعامل عليهم بوستات دول ده بيبوز علاقته مع ماري جين تماما وبيتسبب فقازة ناس كتير حواليه فيه كمان ساجين بيهرب اضطر يسرق عشان الفقر وحنعتبره كده طيب وبسبب تجربة علمية حصل فيها غلطة اتحول لإيه أيوة برافو بقى شرير وحيبقى اسمه رجل الرمل او ساند مان سبايدر مان هيكتشف انه هو ده اللي قتل انكل بين زمان بعد ما كنا فاكرينه حد تاني يعني ده معناه ان سبايدر مان تسبب فقاتل حد ما قتلش انكل بين أصلا طبعا دي فرعيات سبايدر مان طيب يا ولاد ما تلاقوش سبايدر مان بيجي يضرب رجل الرمل وبيعتقد انه قتله وكمان بيتخنق مع هاري اللي عايز انتقم منه وبيتسبب في تشويه وشه سبايدر مان بيبتدي يفهم تأثير الطفيلة عليه وبيتخلص منه فالطفيلة بيلاقي جسمه مضيف تاني مصور كان بيتنافس مع بيتر باركر على رضا جي جونا جيمسون وبيبقى فينوم فينوم والرجل الرمل اللي ممتش بيقراره يتعاون ضد سبايدر مان ويجس وات حيحاولوا يرمو ماري جيم من فوق وهاري اللي اخيرا بيفهم انه ابوه هو اللي قتل نفسه بالغلط مش بيتر اللي قتله بييجي اخيرا يساعده بيعملوا دويته هاي لساوة وبينسوا خلافاتهم مش مهم انه وشه تشويه كده كده لان هاري بيموت في اخر الفيلم وفي الخلفية صوت عياط مراحقات تانيين سنة 2007 فينوم كمان بيموت والرجل الرمل بنكتشف انه ما كانتش يقصه دي قتل انكل بن وبيسيب بيتر باركر وماري جيم يعيشوا في تبات ونبات ثلاثية توبي ماجوار كان ممكن يكون لها جزء رابع لولا بعض المشاكل الانتاجية اللي السبب في انه يعملوا ريبوت للسلسلة كلها رابع فيلم معانا اسمه Amazing Spider-Man عشان التجديد وكده فجابوا انكل بن جديد وطانت مي اصغر وسبايدر مان اكبر واطول من توبي ماجوار لما ابتدأ بس ارفع بس احنا برضو هنفضل مصدقين انه في المدرسة معلش يا شاب زقق مع بعض عشان فيلم يعدي المراضي سبايدر مان بيكتسب نفس القدرات بنفس الطريقة تقريبا ما عادش باكل عن كبوت اللي بيخترع لها جهاز في ايده وما ببقاش باتهد في المدرسة بعد ما كان نيرد وطبعا انكل بن لازم يموت هو كده ده تقليد عمره 60 سنة حوالي مش هينفع ان نغيره لا زي مع قوة تأتي المسئولية كده المراضي بيتر بيحب جوين ستيسي ولازلت الستاندرز بتاعته عالية جدا بالنسبة لنيرد في عالم طيب كان بيشتغل مع ابو بيتر زمان هيبقى شريط بسبب تجربة علمية غلط شوف مفيش اي ابتكار مفيش بربعة جنيه تجديد بس هنسميه مراضي لازرد عشان سحلية وكده وسبايدر مان هينتصر مفاجئة مش كده وجوين ستيسي هتعرف انه بيتر باركر شكرا ادي كمان فيلم الجزء التاني مع اندرو جارفل باردو في مشاكل في علاقة بيتر وجوين في راجل طيب هيبقى شرير بسبب تجربة علمية بالغلط هنسميه الكترو عشان بيكهرب وفي كمان هاري اوزبر باردو هيبقى جوين جوبلن شرير بس بعد ايه ايه ايوة تجربة علمية غلط طيب حياملوا ايه الاشرار في صاحبت بيتر بالزبط حيرموها من فوق بس سبايدر مان المراضي مش حيلحقها وحتموت عيات مراهقات في الخلفية ساعة 2014 وبينتهي الفيلم بانه فيه اشعار كتير جايين لاجزاء الجاية زي راين ورجل الخرطيت وغيرهم بكن الخطة تحت جزء جيب برضو غازت لأسباب انت جاية واتفق اصحاب حوق سبايدر مان يضموه للامسيو بتاع مارفل يعني ريبوت جديد دلوقتي الاول مرة بيتر باركر فعلا مراهق مش هنحتاج نعمل نفسنا عبطي عصام وجابه طنت مية مش طنت خالص طيب هل انكل بان الفيلم يبدأ يعني حيموت حيموت وسبايدر مان المرة دي قوة معظمها من اختراعات تكنولوجية عملها توني ستارك اللي هو ايرن مان ايوا داشي قفلني جدا برضو بس بيتر باركر لسه نيرد فما تلاقوش يعني مفيش تغييرات كبيرة قوي ولسه الستاندرز بتاعته عالية في البنات وان كان بقى بيحب البنات الصمرة الطوال اكتر من باب انه جرب الشؤر الاقصر كتير لكن بيتر غير حبه للبنات الجامدة بيحب توني ستارك بطريقة مريبة جدا في الافلام دي اللي هو انا محتاج اشرح للاطفال اللي بيتفرجوا عالفيلم ايه اللي بيحصل بالزبط عشان مايفهموش غلط بايدر مان بيظهر الاول كتضيف شرف في فيلم كابتن امريكا سيفل وور وهو هنا توني ستارك سبيتش مش اكتر وبعدين بيعملوله فيلم هوم كومنج وده في توني ستارك بيعاقب سبايدر كل شوية عشان شايفه طفل مش مسؤول اما الشرير فبيبقى شرير بسبب استخدامه تكنولوجيا مسروقة بالقظ مش بالغلط المرادي اهو شفته فيتا جديد والشرير اسمه فالتشر يعني النسر وهو بدابل كيك بيطلع ابو موزل بيتر الجديدة ليز بس ده ما يمنعش ان بيتر حيقبض عليه وغالبا ساب ليز بعده بناخد اجازة شوية من توم هولند كبيتر باركر وبنشوف فيلمه انيميشن سبايدر مان انتو زا سبايدر فيرس هنا طفل مراهق اسمه مايلز مورلز بيكتسب قدرات سبايدر مان بسبب عضة عن كبوت برضو وبعدين بيشوف بيتر باركر بيقتله رئيس عصابة شرير اسمه كينج بن اثناء ما كان بيحاول يمنعه من عمل تجربة علمية ليه علاقة بالابعاد الموازية بس من الواضح ان التجربة بالغلط جابت اكتر من سبايدر مان من الابعاد الموازية فيه بيتر باركر في منتصف اللي عمره وبكرش عنده مشاكل مع ماري جين ومنفصلين فيه جوين ستيسي كسبايدر جير وفيه سبايدر مان محقق وفيه سبايدر مان انيمي وحتى سبايدر مان الكارتونات القديمة جدا موجود وغيرهم مايلز بيستكشف قوه العنكبوتين خلف فيلم اكتر وبيقبضوا على كينج بن في الاخر وكل سبايدر برجع لعالم بتاعه وبيتصالح بيتر باركر ابو كرش مع ماري جين اما مايلز فبيحافظ على الاتصال مع جوين فيلم فرعي كمان فانون صحفي بيتعرض للتفريلي الفضائي وبيتعايشه مع بعض بس خلاص دي التفاصيل البسيطة اللي ليه علاقة بعالم سبايدر مان لحد الجزء التاني من الفيلم ده علال بعد كانت بيرجع تاني توم هولند عشان يمثل دور بيتر باركر كضيف شرف في فيلمين Avengers Infinity War و Avengers Endgame توم هولند بيرجع يكون توني ستاركس بيتش في محاولات مستمرة منه انه نكسب رضا ويثبت له انه مفيد ورغم اكتهات سبايدر مان ومساعدته للابطال بطريقة فعالة جدا ورغم قرية دكتور سترينج الساحر لكل محاولات الموازية للانتصار على ثينوس الى ان الشر برضو بينتصر وثينوس بيستخدم احجار اللا نهاية وبيمحي نص الناس من الكون بما فيهم بيتر باركر اللي بيحضن توني ستارك قبل ما يموت في مشهد موبكي مضحك بيتعامل ميم لحد النهاردة في الجزء التاني بواسطة احجار اللا نهاية بيرجع لابطال الناس اللي محاها ثينوس بما فيهم سبايدر مان بعد غيابهم خمس سنين وبينتصروا مرضي كلهم على ثينوس عشان تتحقق نبوء دكتور سترينج بس توني ستارك بيموت واسطعيات مراهقات سنة 2019 الاهم ان من الواضح ان فيه تلاعب حصل في الابعاد الموازية بسهب استخدام احجار اللا نهاية بس لسه مش مفهوم فيلم فار فروم هوم بيتر باركر لسه في المدرسة وبيكراش على بنت تنحى بردة بس لونها حلو الصراح وده استكمالا لتغير زق بيتر للبنات الصمرة الطوال البت زكاية ولا وبتعرف ان بيتر هو هو سبايدر مان وكمان بتساعده في كشف خطط الشرير الجديد اللي هو مستيريو مش ده لا لا ايو اذا مستيريو بيقول في الاول انه جاي من عالم موازي عشان ينقذ العالم بتاع سبايدر مان من مصير رهيب بس اللي بناكتشفه ان مستيريو نصاب وانه عايز ياخد من سبايدر مان ارث توني ستارك من الاختراعات والذكاء الصناعي المتحكم في اسلحته واللي اسمه ايدف لكن بيتر باركر بمساعدة مرزته وصديق توني ستارك بيتغلبه على مستيريو وبيموت مستيريو في القتال سبايدر مان في اخر الفيلم بيفسح صاحبته اسمها ام جاي يعني ميم جيم مش ماري جين وبعدين بيطلع وجه مألوفين في تلفزيون جاي جونا جيمسون اللي ما ظهرش بنوقت الثلاثية توبي ماجواير بيتهم سبايدر مان انه هو اللي قتل مستيريو ومش بس كده بيكشف جيمسون للعالم كله شخصية سبايدر مان بانه بيتر باركر آن 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 اخر فيلم معنا هو فينوم الجزء التاني مفيش حاجة تضاف غير ان في اخره فينوم بينتقل من العالم بتاعه لعالم بيتر باركر وواضح ان التوفيلي مهتم بقتال بيتر وكان بخلصنا 13 فيلم كلهم مشوار 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 طويل بس كده انا يعتبر لخصتلك كل حاجة بمعنى كل حاجة انت محتاجها عشان تخش في فيلم الجاي وانت فاهم اي حاجة فاتتك شير بقى لاي حد هيخش في فيلم معاك المدخص ده ما يعوضكش عن تحف فنية جميلة جدا في عالم السوبر هيروز والكوميكس انا لو ما كانك هشوف الافلام ديت كده كده وبعد كده افرج على سبايدر مان ويهون لو دي اول مرة رجح على القناة بتنساش تعمل سبسكرايب للقناة لايك شير الفيديو استنكوا ومتاب بتاعكم شكرا لخير